مرحبا ويعطيكم العافية جميعا معكم حسين كنج هيدا تاني فيديو رح احكي فيه عن التطورات يلي صارت بخصوص جهاز التنفس الاصطناعي المحلي الصنع يلي رح ينعمل بلبنان او يلي عم ينشغل لحتى ينعمل بلبنان يلي ما حضر اول فيديو عملته رح حطت اللينك بالديسكريبشن بهذه الطريقة فيه يعرف اكتر انا عن شو عم بحكي فهذا مثل ما عرفته مجموعة مهدسين طلعوا بمبادرة لحتى ينعمل جهاز تنفس اصطناعي محلي الصنع باللبنان مشان نواجه مشكلة فيروس كورونا وتحديدا بنقص الحاد بالمعادات الطبية حاليا باللبنان في حالة صمح الله تطور الموضوع اكتر من هاك فهذا الفريق يلي بدوم حسين حمدان هشام عيسى حسين الحش حسن ونور علوان ويمكن اكيد يمكن يكون في بعض غيرهم عم يشتغلوا خلف الكواليس الرادي عملوا خطوة كتير مهمية اللي هي انه عملوا فورم رح حط اللينك تبع الفورم بالديسكريبشن هذا الفورم فيكن انتو تعبوه حسب شو الاختصاص طبعكم او كيف فيكن تساعدوا ممكن تتقصموا لفرق معينة او يمكن يكون على الارجح في مجموعة من الفرق ففيكن تعبو هيدا الفورم هن بعتاد على الارجح بحاجة لمساعدة بكذا شي يعني مش بس قصص تكنيكال يعني حتى بالسوشال ميديا حتى بالكومونيكيشن ميديا اند كومونيكيشن سوشال ميديا فيديو اديتينج انجينيرينج بروغرامينج سو بكذا شي فانتو فيكن تعملوا تشاك عالقصص يلي بتعرفوها وبعد ما تعبو الفورم فيكن تبعاتو لونيه وقت سيمزل الكومونيكيشن رح يصير على سلاك فهون عم يسألوا اذا بتعرفوا سلاك وتريلو جوجل درايف فهيدي خطوة كتير كتير مهمة يلي عم بصير كمان انه عم بيكون فيه كذا مبادرة عم بيبلش ويطلعوا من لبنان فهوني انا بدي ركز على نقطة كتير مهمة وبعتقد حكيت عنا كمان باول فيديو يلي هي لازم نركز انه يكون فيه نوعا ما ديسنتراليزايشن او لا مركزية بالشغل يعني ممكن تيم يكونوا عم يشتغلوا لحالهم ففيهم يكملوا عم يشغل لحالهم ولكن بنفس الوقت في حال التيم يلي طلع بالفكرة الاساسية اللي بيضم حسان الحش حسن ومهان تسين تانين فاذا هن بدون يعملوا سلاك جروب وارادي في كتير ناس رح يعبوا الفورمز انا بكترح انه تكون هيدا السلاك جروب هي السلاك الجروب الكبيرة وحتى لو كان فيه مجموعة من الانشياتفز كل واحد يمكن عم يشتغل بتيمز معين وعم بيجربوا يطلعوا بفكرة يمكن الناس يشتغلوا على راسبري باي يمكن الناس يشتغلوا اردوينو يمكن الناس يشتغلوا على كنترولرز او مايكرو كنترولرز مختلفة في كل تيم من هو يعمل تشانل ضمن هيدا السلاك الكبيرة وكلنا نعمل شيرينج للريسورس طبعنا لشو وصلنا لأفكار وكل هوا الخبريات فأنا بعتقد هيدا ممكن تحل مشكلة اذا كان فيه كذا تيم عم بيجربوا يشتغلوا وحتى ما ينحصر الشغل بتيم واحد ويصير فيه اشوز خاصة بالمانجمنت وهالخبريات فاذا هيدا نقطة كتير مهمة التاني نقطة الفايلز يلي بنشغل عليها انا اي هايلي ريكماند انه كل شي يكون اوبن سورس اوبن سورس وينعملون شيرينج فالفرق المختلفة اذا كانوا هني كلهم عم يشتغلوا على اجهزة التنفس بالتكنولوجيا مختلفة اذا بدون يطلعوا فايلات ديزاين بدون يطلعوا فايلات بروغرامي كلهم عملوه اوبن سورس لانه بهذه الطريقة فينا كلنا نتشارك فينا ناخد جزء من الكود نحطه بسيستم تاني فينا كلنا نتشارك مع بعض بدون ما ناخد برميشن بدون ما يصير فيه كوبيرايت ايشو بدون ما يصير فيه اي مشاكل لانه هيدا شي كتير بيسرع البروزيس وهيدي البرايوريتي تبعيتنا فهيدي موجهة لأي شخص بدي يشتغل على البروزيك وبنفس الوقت كمان عم بتواصل مع الاء سلام لهي بايوميديك الانجينير كمان لحتى نشوف شو فينا نشتغل وهي كمان عم بتساعد بكذا شي خاصة بهذا الموضوع وكمان بدي اشكر شادي من مينا دافز يلي كمان عم بجربي يساعد اريدي بعط لنا لينك لجهاز تنفس موجود اونلاين وخبرنا انه بيعرف حدا ممكن يساعد كمان بالتصنيع وبانه يزودنا بسيان سي ماشينت بورتز هون هون صار شوي فيه نوع من التواصل بيننا وبينه وبين الاء بخصوص اي جهاز ممكن نحن نستعمل فبلش يصير فيه نوع من الكممنيكيشنز والتواصل بخصوص هيدا الموضوع وهيدا نقطة اكيد كتير كتير ايجابية وبنفس الوقت عالميا عم بيصير فيه مجموعة من المبادرات مثل DIY Ventilators كمان الهدف مننا انه نتساعد كلنا مع بعض ويكون فيه اصاص open source plans open source designs open source لحتى نقدر نحن نصنع هيدا الاشياء حتى عم بيكون فيه موجود ملفات online كمان بقلبها design files وبقلبها اصاص تانية كمان فيها تساعد بهيدا الموضوع واحد البروجيكتز كمان هو project اسمه project open air كمان عم بيساهم بهيدا الموضوع كمان اللينك رح يكون بالدسكريبشن حتى تعرفوا اكتر عن هيدا الموضوع فيه حتى على فيسبوك فيه نعمل فيسبوك جروب كمان بقلبها open source كوفيد 19 medical supplies كمان فيها supplies و design files على الارجح كمان open source لحتى كلنا نتساعد حول العالم فاي حدا عنده 3d printer او CNC machine او بدو يستفيد من هولي البورتز حتى يقدر يستفيد منهم شغلك كمان كتير حلوة ومهمة انه باريتاك فابلاب كمان بدو يساعد بهيدا الموضوع هو مستعد انه يساعد من خلال الخبرة تبعيته من خلال الماشينز يلي موجودة عنده كمان رح حط تفاصيل اكتر بالدسكريبشن و باريتاك فابلاب مجموعة من الماشينز هيدا الويب سايت او هيدا اللينك للماشينز يلي عندن متل ما شايفين في عنده CNC في عنده 3d printers في عنده مجموعة من الماشينز كمان ممكن تفيد في حال بارنا نصنع هولي فازا هاي شوية معلومات عن التطورات يلي عم بتصير باللبنان بخصوص هيدا الموضوع لازم كلنا نتساعد مع بعض انا عم ركز على الميديا وكمان ان شاء الله ناوي ركز على قصة التصنيع وشو في يساعد بالبروغرامنج وبقصص تانية واكيد في غيري وغيري كمان حابين يساعدوا وحابين يساعدوا كتير واي شخص في ساعد كمان في عب الفورم يلي رح ينحط بالدسكريبشن ما تنسوا تعملوا شهر للفيديو ليوصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص وانا ان شاء الله ناوي اعمل فيديوز تانية اللي حتى اخبركم شو عم بيصير تطورات اكتر ممكن انعمل فيديوز كمان بقلبة انستركشنز في حال بلشوا تيمز يعملوا اجهز التنفس في حال كيفيكن تعملوها كيفيكن تركبوها فانا بعتقد انه الميديا وانه ننشر فيديوز وانه نخلي العالم اب تو ديت بخصوص شو عم بيصير هو شغل كتير مهمة واي حدا فيه ساعد متل ما قلت فيه عب الفورم يلي تحت وانا قراد عبات الفورم لانه حابب كمان اكيد كون جزء من هيدا الموضوع فهيدا اللي بدي اقوله لهلأ وفيه شغل كتير مهمة بدي اقوله لهي خليك بالبات وما حدا يمزح بهيدا الاشياء خلونا كلنا نتساعد مع بعض خليك بالبات جرب ساعد باللي فيك تساعده جرب وعي اللي حواليك وان شاء الله كلنا بنتخطى هيدا الموضوع كلنا سواه ويعطيكن الف عافية